تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلف سبورت حلقة اليوم تجيكم بالتعاون مع صفحة اليوفنتوس في تويتر وإنستغرام لأنها عن صفقة اتخلصت وانحسمت في ثلاث أيام خبر ايش أول شي بلشت إشاعة ثم الخبر بدأ يتحقق ثم اللاعب صار في تورينو موراتا بيرجع ليوفنتوس بصراحة أنا اتفاجأت في هذا التحرك ما كنت متوقعه كنت شايف فريق رايح يلاعب مخضرم جيكو سواريز كان رايح على هذا الاختيار فجأة راح ألاعب شاب أصغر بكثير منهم وتكلفته أعلى لأنه إعارته بعشر ملايين واحتمال يكون لحد الآن مش متأكدين من الرقم هو خمسة وثلاثين أو خمسة واربعين الرقم الأخير اللازم يتفعو يوفنتوس لو حبي يخلي موراتا معه للأبد شو الأسباب اللي خلت يوفنتوس يتعاقد مع موراتا عندي شوية أسباب يعني هي تفسيرية أكتر مش إشي رسمي أول واحدة إنو الطليان عاطفيين ودائما حيظلوا عاطفيين بيرلو بيرتبط في ذاكرته أنه ربما أقوى نسخ يوفنتوس كان موجود فيها موراتا 2014-2015 و2015-2016 كانت نسخة قوية جدا من اليوبي وهذا الجزء الأول ربما الشيء الثاني هو لعب معه لعبة اليوبي لعبه معه ولعبه ضده فأكيد استشارهم وأكيد كان في إجماع أنه أفضل من جيكو وأكيد استشار رونالدو اللي لعب معه سابقا وكان في إجماع أنه اللاعب هو أنا ما عندي مشكلة معه والجميع كان متنفق أنه موراتا أفضل من جيكو السبب الثاني أيضا اللي عملوه رومو نابولي جيكو ملك ملك جيكو بكرة بعده بعده بكرة اليوبي خاف يدخل عاخر يوم بسوق يقولوا له لا أسفين نحن نخلي جيكو ونت تخلي ملك ونت دبر حالك بدون هجوم فاليوبي تورط فاليوبي ما بقدر يستنى فاليوبي بيضغط عليهم فلا أنا بستعير موراتا وبوريكم أن هذه اللعبة مش معي اليوبي معروف عنه شغلي مهم جدا في الصفقات معروف عنه شغلي مهم جدا في المفاوضات إنه بيحسم بسرعة يعني هذا الشي من زمان من قبل الكالتشوبولي لليوم اليوبي بيحسم بسرعة بقعد مع المدرب بفاوض وبيخلص معا بالقاعدة نفسها ما بقعد يمد أسابيع وهم يخططوا يدرسوا بيوم واحد هذا معروف عن اليوبي فلما تجي له صفقة بدا تمد وتمدد ما بدي إياها يعني هذا ببساطة أو بدي إياها بس حضغط عليك إن أنا أجبت موراتا أيضا وفي سبب تالت أعتقد أقنع اليوبي بموراتا خبرته الأوروبية للعب لعب له أكثر من 50 مباراة بدور الأبطال للعب لعب مع اليوبي نهائي ولعب مع الريامدريد نهائي فعاش أجواء نهائيات دور الأبطال فبيعرفها بيعرف ضغط أوروبا وبيعرف إنه الهدف الرئيسي لليوبي هو أوروبا هذه أسباب عادية عامة بعدين خلي نيجي نتكلم فنيا أنا شخصيا مش قادر أتذكر كيف كنا نشوف ثنائية موراتا ورونالدو مع بعض لما يلعبوا في ريال مدريد هل كنا نشوفها مناسبة كنا نشوف موراتا مش عم بساعة رونالدو رونالدو مش عم بساعة موراتا مش قادر أنه بعض رحيان كنا نحسهم اثنين مع بعض تمام بعد رحيان نحس لا مصيبة عم بتصير لكن خلينا نتذكر شغله له ورونالدو نفسه اللي لعب معه موراتا سنين لأنه موراتا مورالدو كبر بالعمر وتغيرت حركيته ولا أيضا هو نفس موراتا لأنه نضج أكثر وكبر أكثر ويبحث عن هدف مختلف الآن في مسيره ربما كان فيه كلام مطمئن لأليقري يوما ما عن موراتا أنه اللاعب المهاجم الوحيد الموجود في العالم حاليا طبعا هو هذا يعني مبالغة شوي ربما من أليقري اللي بتقدر تلعب معه أي شكل تكتيكي بالذكية في خط الهجوم وحينسجب معه كان يعتبر أنه موراتا عنده تنوع بالخصائص تخليه يقدر يلعب برأس حربة يلعب مع مهاجم ثاني ويلعب حتى بعض الأحيان على يسار كان هو يعتقد ذلك وأليقري كان مؤمن أنه فيهم موراتا الأدوار الهجومية بيساعد أي خط هجوم شخصيا مشكلتي معه أنه مش هو اللاعب اللي بيصنع أو بيمرر يعني لما تلعب فيه هو اللاعب اللي ممكن ترتكز عليه بعض الأحيان اللاعب اللي ممكن ينطلق لك بمرتدة بعض الأحيان بس مش اللاعب اللي حيمرر التمرير اللي تساعد بالتسجيل مش اللاعب اللي حيعطي الأسست أو يعطي الكيباس اللي تفتح اللعب للفريق مش هو هذا اللاعب يعني هذه هي ربما أهم مشاكل موراتا أرقامه في كل فرق لعب معها بتأكد ذلك كخيار بالتأكيد هو أفضل من خيار جيكو وخيار ميلك كلعب كرة قدم بخبرته وبتجربته وببعض مراحل جوته اللي شفناه هو أفضل من هدول الاثنين بلا نقاش وأكيد أفضل من أنك تيجي تجيب لويس سواريز بتكلفة عالية كراتب بلاس شغلة مهمة اللي هي مسألة الأنا العالية جدا الأنا العالية جدا اللي عندي سواريز سواريز أنا جاي سوبرستار مش جاي لاعب ببحث مرة ثانية أبرهن أنه غلطه بحقي في ركدانيا لا أنا جاي لرويس سواريز فرويس سواريز مع رونالدو ممكن يصير انسجام رهيب وممكن يصير تضارب رهيب فتجنب هذا كان ربما أفضل فخيار جيد دفاعيا ترى موراتا كويس موراتا بيضرط ممتاز موراتا مساعدة ضحي بدنيا ربما هي إحدى أفكار بير له عندما بدأ لعب واحد مع رونالدو يتعب واحد مع رونالدو يركض ويغطي على عدم جاري رونالدو دفاعيا في إحدى المقالات في موقع فوتبول إيتيليا كان في كلام واضح أنه بتقول الكاتبة أنا مشكلتي مع موراتا أنه كل الأندي اللي استخدمته مع عادة يوفينتوس حاول يجبروه يكون مهاجم رقم تسعة تقليدي أنه هو ليس هذا الشخص هو ربما مهاجم تسعة لكن مش مهاجم تسعة المقيد مش مهاجم اللي بتقوله أقعد بالسندوق وخينا ألعب لك كرات عرضية وتسجل مش هو هذا الشخص اللي برتاح بهذا الدور موراتا بيحب نوع من الحرية زي اللي أخدها باليوفي مع أليغري كان عنده نوع من التحرر والحرية في أرض الملعب ملموسين جدا ورغم ذلك كنا نشعر أنه هو المهاجم فأس الحر بتاع الفريق بس كنا نشوفه يطلع برا كنا نشوفه ينطلق حتى هو بالمرتدات وكنا نشوفه يتحرك حتى بعرض الملعب بشكل جيد وهو الآن المفروض أن يأخذ هذه الحرية اللي ما أخذها من أتلاتيكو وما أخذها من تشيلسي ولا حتى أخذها بريال مدريد بكل الأحوال الصفقة مفاجئة بكل الأحوال الصفقة ربما في نوع من التشكك نتيجة أنه موراتا قدم نصف موسم جيد مع تشيلسي ثم تراجع مع تلاتيكو ما كان ثابت المستوى بس أكيد أفضل من هكواين هكواين أخر سنة للأسف بعد كثير فهو أكيد أفضل من هكواين في حالته الأخيرة في الموسم الأخير يعني أكيد أفضل منه فبالتالي في تحسن صار هجوميا بس خلينا نشوف لأي مدى هذا التحسن ترجمة نانسي قنقر